لكن هنا قد يتبادر سؤال يا مولانا على ذهن البعض لما بنشوف أنه قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حليم مع كل البشر المؤمن منهم والكافر طيب ما الحكمة في أن يكون ربنا سبحانه وتعالى حليما بالصهاينة برغم ما يفعلوه في قطاع غزة على سبيل المثال نعم هو أسقط العقوب عنهم مؤقتا إنما لهم عقابهم الذي يليق بإجرامهم الذي يرتكبونه مع الناس ومع عبادة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقد يكون يا مولانا من حكمة الحلم عند الله سبحانه وتعالى تأخير العقوبة لأنه ربنا يعلم أنه هذا الشخص يتوب على سبيل المثال طبعا نعم نعم وكل ما هو الحلم ده إما أنه يعني باب اللطف فرصة ليتوب أو الحلم بأنه حتى لو لم يكن يتوب وحقت عليه الكلمة العقاب فإنه أجل هذا العقاب أو أجل الامتحام بعد العام الدراسي طبعا نأتي بقى للدرس الأهم في هذا النقاش دائما وهو كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا اليقينية بأن من أسم الله الحسن الحليم كيف نترجم ذلك في أفعالنا وفي حياتنا نعم هذا طبعا واضح وهو التدرب على الصف عن الآخرين يصفح ويعفو يعفو ولا صفح يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سيدة عائشة تحنت في موضوع المعروف وكان هذا الشخص الذي اتهم سيدنا أبو بكر فأقسم أنه لا ينفق عليه بعد ذلك سبحان الله يعني القرآن نزل وكأنه ويعاتم وقل لا تكسم ولا تحبون أن يغفر الله لكم يعني أنفق عليه مرة أخرى فإلى هذا الحد أن مطلوب من المؤمن أن يكون صفوحا وغفورا وأن يتأثر بهذه الأسماء وتدرب عليه وأن يكون يعني حديثه للناس يعني كما قلنا صدقة التبسم صدقة أيضا ألا يعجل إذا أخضأ معه أحد إذا عاتبه أيضا يعاتب عتابا رقيقا لا يأخذ موقف منذ البداية وأنه لا يكلمه ولا يراه ولا يتصبيه بالتليفون وخاصة إذا كان من الأهل أو كان مثلا أخته أو كذا أو كذا فلنتنبه إلى هذا هذا يعني والذي يعني يساعدك في التدرب على هذا هو دراسة صفاته صلى الله عليه وسلم في سيرته ففعلا دائما يعني لو كل يوم الواحد يقرأ في كيف كان يغفر فكيف كان يصبح كيف يعني كان حليما حتى مع الحيوانات حتى مع الأطفال وحتى مع الكائنات إنه صلى الله عليه وسلم يعني لما يحرم على المحاربين المسلمين أن يهدموا مبنى في جيش العدو وأن يقتل أو أن يقتلوا أعمى أو أن يقتلوا أقطع أو أن يقتلوا مرأة أو أن يقتلوا طفلا أو حتى قالوا أن يقتل حيوانا إلا إذا احتاجه للأكل فقط وبقدر ما يحتاج أو يقتل أو يفرق نحلا أو يحرق نخلا شيء عجيب كل هذا في جيش العدو وقال كل ما لا يتصور منه مشاركة فعلية في حمل السلاح والقتل يحرم التصدي له الراهب في صومعته يحرم قتله أو التعرض له قارن بين قواعد القتال في الإسلام وبين ما يحدث الآن في قطاع غزة قطاع غزة واحدش الآن كل ما كل الحاجات يعملوها وأكتر عملوها أكتر طبعا يعني تعقب النفار يعني يزعجوهم أو يعني لازم يطلعوا يخوفوهم ولما يطلعوا لقمس يعني خلاص أصبح الصائد مستريح وهو يصيد الصياد وطبعا أطفال نساء رجال مرضى لا يهم مساجد مستشفيات مساجد مستشفيات جامعات بيوت وأحنا حقيقة أنا بأشوف هنا كثيرين من الضلاب والضالبات اللي هما عندنا ساكنين في المدينة الجامعية من فلسطين وكثير منهم بيجي البيت انهدم على كل الأسرة طبعا عدم كل الأسرة في بعض الفارين منهم بيرجوني أن أنا يعني أشوف الفارين دول ويعني أجد لهم مسكرة والحمد لله يعني بنسعد في هذا إنما يعني ما حال تلميزة هنا مثلا في كلة الضب في كلة الهندسة في أي كلية من كليات ويأتيها الخبر بأن أهلها دمروا في لحظة نفسيتها تبقى الزائد واتكمل تعليمها الزائد يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار